الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مفتاح الكعبة المشرفة السدانة والحجابة هي خدمة الكعبة المعظمة وفتحها وإغلاقها وكانت بيد إسماعيل عليه السلام ثم ولده ثابت وأولاده ثم بيد أخواله جرهم ثم خزاعة إلى أن آل الأمر بيد قصي بن كلاب وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة سنك ثمانية للهجرة طلب النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة وفتح الكعبة ودخلها ثم خرج وقال ألا كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة الكعبة فإني قد أنضيتهما لأهلهما على ما كانتا في الجاهلية وتلا قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وعاد عثمان بن طلحة ودفع إليه المفتاح وقال خذها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ولما مات عثمان بن طلحة وليها بن عمه شيبة ثم أولاد شيبة وتوارثونها كابرا عن كابر ويعرفون بالشيبيين وفي حديث خذوها خالدة إشارة إلى بقاء نسل بني طلحة إلى يوم القيامة وبوقاء السدانة فيهم وذلك من المعجزات الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن سدانة الكعب المعظمة من أجل وأعظم الوظائف التي يتنافس المتنافسون عليها وأشدهم أهل السلطة والنفوذ فتركهم هذه لآل الشيبي دليل على أن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يمنعهم من ذلك وما زال المفتاح عند ممثل العهدة في بني شيبة وطول المفتاح 40 سنتمتر وتحفظ في الحقيبة الحريرية المطرزة بالذهب الخالص والتي يجهزها مصنع الكسوة سنويا ومكتوب عليها إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر